أهلا بكم في بلا قيود. ضيفنا اليوم سياسي وبرلماني لبناني ينتمي لحزب الله. حاصل على درجة الدكتوراه من فرنسا في الفيزياء والكيمياء. تقلد في السابق حقيبتي الزراعة والصناعة في حكومات شكلها سعد الحريري ونجيب ميقاتي. أسأل الدكتور حسين الحاج حسن الوزير اللبناني السابق والنائب البرلماني عن حزب الله. عن استراتيجية الحزب إزاء التصعيد الجاري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ومتغيراتها. وعن احتمالات اتساع دائرة الحرب في غزة وتداعيات ذلك إقليميا وعلى الداخل اللبناني. حسين الحاج حسن الوزير اللبناني السابق والنائب البرلماني عن حزب الله. أهلا بك في بلا قيود. أهلا بك. نتحدث اليوم وقد اغتيل عدد من الشخصيات صالح العروري وسام الطويل علي حسين وعدد آخر من القادة الميدانيين لحزب الله. ما الذي يحدث؟ هل يعاني حزب الله من اختراق أمني؟ أم ماذا؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا نحن في مواجهة مع عدو الصهيوني. وهناك بطبيعة الأمور في المواجهات يحدث شهداء يسقط أو يرتقي شهداء وجرحة. والحرب فيها تضحيات. وهذا جزء طبيعي من الحرب. ليس هناك لدى حزب الله أي إرباك. وليس هناك اختراقات. كل ما في الموضوع أن هناك أهداف يصيبها حزب الله في داخل العدو. في داخل مواقعه. وكذلك من المتوقع أن يكون لدينا شهداء يستطيع العدو أن ينال منهم بطبيعة الحرب. وليس أكثر من ذلك. ولكن يستهدفون بشكل دقيق للغاية. حتى في أماكن سكانهم ليس في مصرح العمليات أو في الميدان. بما يوحي وكأن لإسرائيل مخبرون على الأرض. هذا قد يكون تفسير لدقة ونجاح عمليات الاغتيال هذه. دقة عمليات العدو الصهيوني. لا يمكن أن تصل إلى دقة ما أعلن عنه. في استهداف قاعدة ميرون. أو مركز قاعدة ميرون الجوية. ومركز قيادة عمليات الشمال في صفض. بالتالي الحرب كما قال الإمام عليه السلام. في مرة لنا منهم. وفي مرة لهم منا. المهم من سينتصر في نهاية الحرب. نعم. وبعد استهداف ميرون وقاد هذا الهجوم وسام الطويل. اغتيل في قريته. أعود وأكرر لك. سبق وارتقى من قادتنا شهداء. وأصبحت المقاومة أكثر عزما. وأكثر قوة. وأكثر إدادة. القائد الحج جواد وسام الطويل. له تاريخ طويل في الجهاد والمقاومة. واختار الله له هذه الشهادة. وليس هذا إنجاز للعدو الصهيوني. بل على العكس. نحن نعرف أن طريقنا في هذا الطريق. سيرتقي لنا شهداء. ولن نعطي هذا العدو فرصة الفرحة بأن يقتل منا قادة أو كوادر أو مجاهدين. على العكس تماما. هو الآن من أحد تصريحات قادة العدو اليوم. مثلا. أنه بالنسبة للبنان. سيكون ما يحصل في لبنان إذا حصلت حرب. هي بالنسبة كأنها مخيم صيفي لما يجري في غزة. لتتخيل حجم الألم الذي أنزله حزب الله في هذا العدو خلال هذه الفترة. ليقارن أن ما يمكن أن يجري في لبنان. هو بمثابة مخيم صيفي عما يجري في غزة. طيب إذا قامت الحرب سأستعير هذه العبارة من جوابك. وأسأل عن احتماليات بالفعل أن تندلع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله. حتى الآن لم نصل لهذه المرحلة. هل يمكن أن نصل إليها؟ العدو الصهيوني عندما يرتكب كل ما يجري من مجازر في غزة. وعندما يقوم بالإبادة الجماعية. بالمناسبة بدأت المحاكمة أمام محكمة العدل الدولية في لهاي. ونأمل أن يستفيق الضمير العالمي. وأن يكون القضاة على مستوى ما يعتبرون أنهم قضاة. عندما يقوم بكل هذه الجرائم وعندما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عن أنه لا يريدون أن تتوسع الحرب في المنطقة. فإن هذا نفاق لأنه لو كانوا صحيح لا يريدون أن تتوسع الحرب في المنطقة. فعليهم أن يوقفوا العدوان على غزة. ماذا عن ما يريده حزب الله؟ هل يريد حزب الله التوسيع؟ حزب الله يقوم اليوم بدور الإسناد لغزة. بدور الإسناد للمقاومة. الإسناد لأهل غزة ومقاومته الشريفة. لكن من يريد توسيع الحرب أو من يعمل لتوسيع الحرب أو من يخاطر بتوسيع الحرب هو الولايات المتحدة الأمريكية. وهو الكيان الصهيوني والداعمون لهذا الكيان من البريطانيين والفرنسيين والألمان وغيرهم. ولكن أنتم من بادرتم في الثامن من أكتوبر في اليوم التالي مباشرة لما حدث في إسرائيل. وقال هذا حسن أصر الله بنفسه. أنتم بدأتم وبادرتم بجولة المواجهة هذه. نحن لم نقل أننا لم نبادر. نحن لم نقل أننا لم نبادر. نحن قلنا بكل صراحة أننا نقوم بعملنا لإسناد المقاومة في غزة أولا. لإسناد الشعب الفلسطيني والدفاع عنه الثانيا. وأيضا لنا مصلحة وطنية فيما نقوم به. لأنه لو لا سمح الله حقق العدو الصهيوني أهدافه في غزة. فإن كل المنطقة ليس فقط لبنان. لبنان وسوريا والأردن والعراق وفلسطين ومصر. وكل المنطقة ستتعرض لإختار إسرائيلية واضحة. من العدو الصهيوني المبني على الإفتلال والإرهاب المسيوني. هل أنتم مستعدون لمجابعة هذا الإحتمال سيد الفاضل؟ لأن منذ الثامن من أكتوبر تبدو الأمور متجمدة. لا أنتم تصاعدون لدرجة الحرب الشاملة. ولا أنتم تتوقفون. كيف تفكرون؟ ما هي الاستراتيجية الآن؟ الاستراتيجية هي إسناد الشعب الفلسطيني. وأسناد المقاومة في غزة والدفاع عن لبنان. ومنع الأخطار القادمة على لبنان في هذه المرحلة. حزب الله يبدو متحفظا في ردوده على العمليات الإسرائيلية. وكأنكم تحجمون عن توسيع نطاق الحرب. أنا طبيعي أن أتحفظ في الأجوبة وأترك الكلمة للميدان. لسنا متحفظين ولسنا غير متحفظين في موضوع الميدان. هذا أمر لا أقرره أنا ولا أعلنه. ولو كنت أعلمه لا أعلنه. أنا لا أعلمه ولا أستطيع. ولا أريد أن أعلمه عما تخطط قيادة المقاومة للميدان. وعما قرار الميدان. ولو كنت أعلم لا ما كنت أقول. وهذا بشكل واضح. نحن تركنا لغة وكل التطورات للميدان. ونتطور في عملياتنا بحسب الميدان. هذه تحليلات عسكرية. دكتور حسين أرجو أن لا تكون متحفظا في الإجابة. هذه تحليلات عسكرية. أن حزب الله يقف في المنتصف. لا هو يوقف هذه الرشقات الصاروخية والعمليات. ولا من ناحية أخرى يصعدها. هو متجمد في الوسط. هل مثلا الاستراتيجية هي استنزاف إسرائيل أو إنهاك إسرائيل تتصور؟ أولا أنا أحترم كل المحللين ولديهم آراؤهم. ما يعني حزب الله وما يقوله الآن. هو أننا نقوم بهذه العمليات دفاعا عن الشعب الفلسطيني. وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة. وأيضا دفاعا عن لبنان. في كثير من العمليات أعلننا دفاعا عن المدنيين. دفاعا عن الصحفيين. دفاعا وردا على اغتيالات حصلت في الضاحية الجنوبية للشيخ صالح العروري رحمه الله ورضوان الله تعالى عليه. وردا على اغتيال القائد الشهيد الحج دواد ويسام الطعومي. نعم واستهدفتم بعدها ميرون وعمليات أخرى. ولكن حجم الخسائل لا يبدو كبيرا. يعني تبدو إسرائيل في موقف أقوى حاليا منكم. نحن متأكدون أن إسرائيل تكذب لناحية إعلان خسائرها. يعني إذا كنت حضرة وحضرتك من البديه أن تكون من المتابعين. أمل منك أن تتابع التصريحات الإسرائيلية للناطق العسكري الإسرائيلي باسم الجيش الإسرائيلي. وللبيانات الصادرة عن المستشفيات. ولبيانات الصادرة عن مؤسسة المعوقين الإسرائيلية. وعن مستشفى رامبام وغيرها من المستشفيات. بتكتشفي أن هناك كذبا وإرباكا وإخفاقا. حتى في إخفاء حجم القتلى في الصفوف والجرحة في صفوف العدو الصهيوني. تتحدث إحدى المؤسسات عن 12 ألف إصابة معوقين. تتحدث أخرى عن ألف شخص جندي إسرائيلي أصيبوا بالعمى. تتحدثون باستمرار عن عدد القتلى ويخفونها. لذلك لا يجب أن ننظر إلى إسرائيل عن أنها دولة ذات مصداقية. فقط معلومة واضحة للجميع. هي الرقابة العسكرية الإسرائيلية التي تقوم يوميا بالقول سمح بالنشر. سمح بالنشر. معنى ذلك أن هناك ما يخفونه. لو كانت هناك شفافية. يعني مثلا نحن في المقاومة الإسلامية في لبنان في حزب الله. لا نخفي أي شهيد. عندما يستشهد الشهيد. بعد فترة وجيزة جدا. ربما بالساعات أو ربما بأقل من ساعتين. نعلم أهله. نزفه. نعلم مراسم تشييعه ووقت تشييعه. ونشيعه. ونبرز ذلك في الإعلام. نقول إن إسرائيل لا تفعل شيء نفسه. العدو الصهيوني يخفي خسائره. لماذا؟ لأنه يخشى من إعلان خسائره. لأنه لديه خسائر كبيرة. وهذا ما قاله عن تشبيه الحرب في لبنان بالحرب في غزة للعدو الصهيوني. ونحن نحيي أهل غزة بالمناسبة. وشهداءها وقادتها ومقاومتها. ونعتبر أنها من النماذج النادرة في التاريخ عن البسالة والشجاعة. أنا أشير إلى التصريح الإسرائيلي لتعرف كيف يقيم المواجهة مع لبنان. أنه شبه بمقيم صايفي. يقولون أنه سنعامل لبنان كغزة في حالة حرب. لا يوجد مشكلة. لا يوجد مشكلة. الإسرائيلي يهدد كثير. هو بغزة. ما أنجز الإسرائيلي اليوم؟. ماذا أنجز الإسرائيلي حتى اليوم في غزة على المستوى العسكري؟. ولكن عشرات آلاف القتلى. نعم استطاع أن يقتل ويقصف. صح صح استطاع أن يقتل المدنيين. هذا إنجاز عسكري. ولكن المشكلة في حالة لبنان هو أنه قد يحمل حزب الله المسؤولية. لأنه الطرف الذي مهدر. لأن هناك إزدواجية بين حزب الله وبين الدولة اللبنانية. سيدتي. سيدتي. أنا أتحدث عن شيء حصل. ولا أريد أن أتحدث عن تهديدات إسرائيلية بأي أمر. عن شيء حصل. ماذا فعل الإسرائيلي في غزة؟. دمر. يعني إنجاز عسكري من الطائرات. تطلع تقتل أطفال والنساء. وتدمر بيوت. لكن أمام المقاوم. هو يقول أنه أكمل سيطرته على شمال غزة. بمجرد انسحب من شمال غزة. هو يقول اليوم أن هناك اشتباكات في كل مدن شمال غزة. وأن المقاومة تطلق صواريخ من شمال غزة. بعد تسعين يوم من ادعائه. نريد أن نركز على لبنان. وعلى جبهة اللبنانية الجنوبية والإسرائيلية الشمالية. هناك تحليل أريد أن أطرحها عليك. وأتعرف على رأيك. بعض المحللين يقولون. حزب الله صار الآن مؤسسة اقتصادية. ليس فقط حركة تحرر وطني. بشبكة علاقات الحزب الاقتصادية. هي شبكة واسعة. تمتد من فنزولا وحتى ماليزيا. يخشى الحزب الآن على اقتصاد الظل هذا الذي يديره. وبالتالي نرى حزب الله يدير خده الأيمن وخده الأيسل للضربات الإسرائيلية. ولا يريد المواجهة. على كل حال. أولا ليس لدى حزب الله ما يقال عن شبكات اقتصادية. هناك لبنانيون يحبون المقاومة. لديهم أنشطاتهم الاقتصادية والتربوية والثقافية والاجتماعية. لديهم حياتهم. وهؤلاء هم بيئة المقاومة. ليس نشاط حزب الله الاقتصادي. أولا. أثنين. حزب الله لا يدير كفه الأيمن ولا كفه الأيسر للعدو الصهيوني. حزب الله قرر مستوى معينا من الدعم للشعب الفلسطيني. وللمقاومة الفلسطينية. وللشعب الفلسطيني في غزة. وللمقاومة في غزة. هو يقرر المستوى الذي يريده. والميدان يطور نفسه بنفسه. وطبعا أنت شهدت أن عمليات المقاومة تصعدت كما وعددا. واستهدافات وعمقا. ولذلك تشبيه أن حزب الله يدير كفه الأيمن والأيسر. هذا تشبيه أعتذر منك. ليس في موقعه الصحيح. بل على العكس. يعني قاعدة ميرون. إذا قرأت تعليقات الإسرائيليين. بعد استهداف قاعدة ميرون. كانوا مندهشين. متفاجئين عن حجم المعلومات لدى حزب الله. وعن قوة الاستهداف. وكذلك في قاعدة دودو في صفض. كانوا متفاجئين كثيرا. ومندهشين. ويخفون خسائرهم. لأنهم تلقوا خسائر جسيمة في هتين القاعدتين. وكذلك في الاستهدافات التي حصلت في خلال التسعين يوم. أو ما يزين عن تسعين يوم الماضي. حزب الله. ما رأيك في مقاله؟ جد وجدي. ما رأيك في مقاله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مقاتي. يقول أن لبنان مستعد لمحادثات حول استقرار طويل الأمد على الحدود. هل أنتم معنيون بهذا الكلام؟ هل يمثلكم هذا الخطاب؟ دولة رئيس الحكومة هو رئيس الحكومة اللبنانية. حكومة كل لبنان. ونحن جزء من هذه الحكومة. لكن بالنسبة إلينا. نحن موقفنا الرسمي كحزب الله. أنه لا نقاش ولا حوار حول أي موضوع يخص لبنان. قبل وقف العدوان على غزة. هو لم يقل هذا الكلام. يعني هناك خلاف. هو رئيس حكومة لبنان. نحن أتحدث اليوم بإسم حزب الله. وهذا موقف حزب الله. هذا يجرني في الواقع لسؤال على التواصل الاجتماعي. وردنا يذكرني جوابك هذا بسؤال. وردنا يقول لبنان إلى أين؟ دولة برأسين وجيشين وعالمين لا يمكن أن تستمر. والمطلوب استفتاء الشعب حول بقاء السلاح أو نزعه منكم؟ أولا ليس هناك دولة برأسين في لبنان. ولا بجيشين. هناك معادلة جيش وشعب ومقاومة. هناك بيان وزاري يؤكد ويكرس هذه المعادلة. لأنه في لبنان هناك تكوين سياسي معين. ومعطيات سياسية معينة. هناك معطيات أيضا إقليمية ودولية تضغط على لبنان. نشأت المقاومة نتيجة هذه المعطيات. نتيجة العدوان السنوني عام المقاومة ليست أكبر من الدولة. أنا في المجلس النيابي أمثل المقاومة. وأنا جزء من المجلس النيابي. إذا لم تكن أكبر من الدولة. ما تفسير هذا التصريح من وزير الخارجية اللبناني. قال في حديث الإعلام الغربي. نحن غير قادرين. هكذا يقول وزير الخارجية. نحن غير قادرين على التأثير على قرارات حزب الله. لا نستطيع أن نأمرهم. ولكن بإمكاننا أن نقنعهم. يعني من الأكبر إذا. إذا كانت الدولة لا تستطيع أن تأمركم. ليست المسألة من الأكبر ومن الأصغر. نحن جزء من الشعب اللبناني. في معادلة الجيش والشعب والمقاومة. لكل منه مساحته. التي هي متناغمة ومتفاهمة مع الآخر. ليس هناك تناقض على الإطلاق. هناك تفاهم. وهذه المعادلة هي معادلة تفاهم. وليست معادلة متناقضات. هي معادلة تفاهمات وطنية. في دور المقاومة. ودور الجيش. ودور الشعب. ودور الحكومة. ودور الجميع. والدليل على ذلك. أن هذه المعادلة نجحت في عام 2006. نجحت في مواجهة التكفيريين. وهي اليوم معادلة قائمة. وهناك تفاهمات. وهناك تشاورات. لا تصريح من هنا أو تصريح من هناك. أن هناك تناقضات على الإطلاق. حددني قليلا دكتور. عن المشهد هذه المرة. بخلاف 2006 وحروب سابقة. هو أننا نشهد تنسيقا لا يمكن المجادلة فيه. بينما يعرف بوكلاء إيران في المنطقة. بينما أنتم فتحتم هذه الجبهة مع إسرائيل. كتائب حزب الله العراقي وكتائب النجباء. أيضا تستهدف قواعد دولية في العراق. الحوثيون في اليمن يطلقون ضرباتهم في البحر الأحمر. حدثني عن هذا التنسيق. أولا ليس هناك كلاء لإيران. نحن لبنانيون. والعراقيون عراقيون. واليمنيون يمنيون. والفلسطينيون فلسطينيون. نحن جزء من هذه الأوطان. كل منا. ولسنا كلاء. نحن حلفاء. نعم نحن علفاء. ونفتخر بهذا الحلف. هذه النقطة الأولى التي يجب أن أوضحها. اثنين. ونحن في محور المقاومة ولا نخفي ذلك. اثنين. كل منا أخذ قراره بنفسه. لم يطلب منا أحد أن نأخذ هذا القرار. إيران هي القاسم المشترك سيد دكتور حسين. أليست إيران الممول. فلسطين هي القاسم المشترك. أليست إيران هي الممول. لنتحدث عن الواقع. من الذي يمول كل هذه الجهات؟ فلسطين هي القاسم المشترك. من الذي يمول حزب الله اللبناني. والحوثيين. أنت سألتني سؤالا قبل وقت قليل. وعلي أن أجيب عليه. إذن النقطة الأولى. ليس هناك أوكلاء. نحن حلفاء. ولدينا قرارنا. ونتخذ قراراتنا باستقلالية. والدليل الذي لا لبس فيه. أن الإخوة الفلسطينيين في حركة حماس. عندما اتخذوا قرار طوفان الأقصى بـ 27. وقلنا ذلك بكل وضوح. لم نكن على علم. لم نكن على علم. مسؤول إيراني قال طوفان الأقصى. كان جزءا من ردنا على قاسم سليماني. سماحة القائد كان واضحا. سماحة القائد كان واضحا. والحجقاني كان واضحا. أن هذا القرار فلسطيني بالكامل. على كل حال. نقطة ثانية. ولكن تصريح الذي ذكرته حدث من مشؤول إيراني. وصححوه. وصححوه بكل وضوح. وبكل جرأة. اثنين. لماذا نقوم بهذا الدور. أو كل منا يقوم بهذا الدور. أولا نحن أمة واحدة. ودول متجاورة. الذي يجب أن يسأل هذا السؤال. هو البريطاني. والأمريكي. والألماني. والفرنسي. ماذا يأتي ليفعل عندنا من المنطقة؟ ليسلح إسرائيل. يقولون أنهم أيضا يشاطرون إسرائيل. نفس القيم الليبرالية الغربية. هكذا يقول المعسكر الآخر. أي قيم. قيم احتلال فلسطين. قيم احتلال فلسطين. وطرد الشعب الفلسطيني. هذه قيم. أنا أطرح عليك الرد الذي سيردون به. طيب. لنستفيد بالوقت. وأطرح هذا السؤال. لا عندي مشكلة. لا عندي مشكلة. أنا لست في تناقض معك. أنت عربية. بنهاية مطاف. أريد أن أسأل عن استقبالكم. لقرار سحب حاملة الطائرات الأمريكية. من الشرق الأوسط. كيف استقبلتم هذا الخبر؟ ما تفسيركم له؟ لدي بعض كف الفكرة. لا أجاوبك. أنا لك في الفكرة. إذن من يجب أن يسأل السؤال في المنطقة. هو الأمريكي. هو الإدارة الأمريكية. الإدارة البريطانية. الإدارة الفرنسية. الإدارة الألمانية. الذين يدعمون الاحتلال والمجازر. والقتل والتدمير. وأنا هنا أريد أن أحيي. الذين تظاهروا دعماً لفلسطين. من الأمريكيين. من الفرنسيين. من البريطانيين. من الألمان. وعلى كل حال هم قل الألمان. من الإيطاليين. من كل شعوب العالم. أحيي جنوب أفريقيا. أحيي كل أحرار العالم. أحيي من تظاهر في الدول العربية والإسلامية. وأنتقل إلى سؤالك عن البارجة الأمريكية. حاملة الطائرات الأمريكية. هذا سؤالك يحمل ما كنت أقوله قبل قليل. لماذا تأتي هذه الحاملة الطائرات إلى منطقتنا؟ ولماذا مضت؟ مصفتها. دعم الكيان الصهيوني. دعم الكيان الصهيوني. مضت لأنها لم تحقق أي هدف من أهدافها. أي هدف من أهدافها. لم تحقق الردع. ولم تحقق التخويف والتهويل. ولم تحقق دعم الكيان في حربه. لم تحقق أي هدف. وربما كما قيل. ربما أنا لا أتبنى هذا الرأي. ولا أعتبره رأيا مهما بالنسبة لي. ربما كما جاء في بعض الوسائل الإعلام الأمريكية. أو بعض المحللين الأمريكيين. أو بعض المسؤولين الأمريكيين. ربما من باب الضغط على نتنياهو. أن هذه الحاملة فللناها. ما بقى إليك تغطية كبيرة. على كل حال هذا لا يهمنا. لا يهمنا. دعني أستفيد من الوقت القليل المتبقي. القرار الدولي 1701. ما مصيره الآن؟ هل صار حبرا على ورق؟ لا نقاش لدينا في أي أمر يتعلق بموضوع لبنان قبل وقف الحرب على غزة؟ يعني إسرائيل تحذر وتطالب بالانسحاب. إلى شمال الليطان. إسرائيل عليها. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. أن يوقفوا الحرب على غزة. هذا النقاش. بالنسبة لنا هذا الموقف. شكرا جزيلا لك الدكتور حسين الحاج حسن. أهلا وسهلا بك. الوزير اللبناني السابق والنائب البرلماني عن حزب الله. شكرا لوجودك معنا في البرنامج. شكرا للمشاهدة. شكرا للمشاهدة.